هنشرح من خلال هذا الفيديو أداة Move Tool وحنتعلم من خلالها كيفية تحريك الأشكال أو العناصر سواء 2D أو 3D في جوجل SketchUp وكمان هنقدر نعرف كيفية عمل نسخ للأشكال والعناصر سواء 2D أو 3D في برنامج SketchUp أول حاجة هنعرفها في هذا الأمر وهو كيفية الوصول لأمر Move Tool أو أداة Move Tool عندنا طريق إيه؟ أول طريق من شرية الأدوات العلوية هلأي أداة Move موجودة أو من قايمة Large Tool برضو هلأي أداة Move موجودة طيب هننفذ الأمر إزاي؟ هنقسم الفيديو بتاعنا الجزء إيه؟ جزء على أشكال 2D وجزء على أشكال 3D طيب إزاي أنفذ الأمر على الأشكال 2D؟ أول حاجة هنعملها إن احنا هنضغط على الأمر بهذه الطريقة بعد كده نقرب من الشكل اللي احنا عايزين نحرك والي يكون هنطبق على أمر Line لو قربت من بداية الخط اللي هو Line وتغطي كليك على النقطة بتاعته هلاقي نفسي قدر أتحكم في إني أحرك النقطة دي من أمر Line بهذه الطريقة هنعمل Ctrl Z أما لو اخترت الخط من المنتصف بتاعه أقدر إني أضغط كليك وأحرك اللاين هلاقي اللاين بأكمله بيتحرك معي يبقى دي أول حاجة وهو اللاين طيب لو عندي شكل 2D ولكن مفكك يعني الخط لوحده الفيس لوحده وهكذا أتعامل معي إزاي نفس الكلام لو جيت أعمل Move من نقطة أو Corner في المربع وضغط كليك حلاقي إن نقدر أتحكم في النقطة دي بمفردها في الشكل بتاعي بهذه الطريقة أعمل Ctrl Z طيب لو جيت اخترت الفيس وضغط كليك حلاقي إن نقدر أحرك الشكل كله مرة واحدة سواء في الاتجاه X أو Y أو Z بهذه الطريقة لو حبيت أحرك الشكل بتاعي من الخط بهذه الطريقة عرب من الخط وأضغط كليك وأسحب حلاء نفسي إن أنا بقدر أعمل للشكل بتاعي بهذه الطريقة لو الجنب التاني ضغط كليك وسحب حلاء نفسي بعمل للشكل وليس موف إزا لو عايز أحرك المربع كل مرة واحدة في شكل مفكك لازم أحركه من الفيس اضغط على الفيس واعمل موف براحتي بهذه الطريقة لو عندي شكل ولكن معمول له جروب معمول له جروب يعني كل أضلاعه والأسطح بدعته واحد أو جروب واحد هلاحظ إن أنا لو عملت موف من أي نقطة سواء من الكورنر هعمل موف للشكل كله بهذه الطريقة طب من الفيس برضو هعمل موف للشكل كله بهذه الطريقة إزا ده الفرق بين الأشكال الموفككة التو دي والميك جروب في استخدام أداة موف طول لو حبيت أطبق الكلام ده على الأشكال السري دي حلاقي إن أنا لو حبيت أحرك الشكل بتاعي من الكورنر حلاقي نفسي بعمل موف للنقطة فقط لغير لو النقطة التانية كليك وسحبت حلاقي نفسي بعمل موف للنقطة فقط لغير طب لو لاين لو ضغطت كليك وسحبت بارضو نفس الكلام بعمل موف لللاين بهذه الطريقة طب لو في السطح وقفت علي سطح وضغطت كليك وسحبت حلاقي نفسي بعمل للسطح كأني بعمل للسطح التالي طب لو من هذا السطح عاز اعمل تحريك ضغطت كليك وسحب نفس الكلام عامل يبقى ده لو على شكل مفكك لو حبيت اعمل موف للشكل مفكك ده كله مرة واحدة في السري دي لازم اعمل على الشكل كله مرة واحدة واختار امر موف واعمل كليك واضغط كليك وسحب بهذه الطريقة لبدا ازاي اتعامل مع الاشكال مفككة السري دي بامر موف لو عندي شكل سري دي ولكن جروب معمول جروب يعني لو اخترته حلاقي ان بمجرد ما اختار اي سطح فيه حلاقي جروب مرة واحدة لو اخترت امر موف واخترت ولياكم من النقطة دي حلاقي ان الشكل كله بتسحب معايا طيب لو من الفيس برضو الشكل كله بتسحب معايا بدون ما يقصر على شكل المربع بتاعي طيب لو من النقطة دي طيب لو من اللاين وهكزا يبقى ازا ده الفرق ما بين الاشكال مفككة والمجروب في استخدام امر موف لو عندي شكل ده زي ده برضو معمول جروب وعايز اخذ منه نسخة اعمل الكلام ده ازاي بامر موف هختار الشكل واختار امر موف وابتدي اختار الشكل من اي نقطة كليك كنترول واسحب حلاقي نفسي اخدت نسخة من الشكل اللي قدامي بكل سهولة طيب نجرب الامر مرة تانية لو عايز نسخة من الشكل ده اعمل ايه اختار الشكل واضغط على اي نقطة في الشكل وادوس كنترول واسحب حلاقي نفسي اه قدرت اخد نسخة من الشكل بتاعي بكل سهولة يبقى كده كمان عرفنا ازاي نستخدم الامر ينسخ العناصر في برنامج لو حبيت اخد اكثر من نسخة من الشكل بتاعي اعمل الكلام ده ازاي اختار الشكل واضغط على امر موف وابتدي اختار اي نقطة من على الشكل كنترول واسحب واضغط يبقى انا كده اخترت اول شكل وبعد كده اتدي له خمسة مسلا اكس اي رقم مع حرف الاكس انتر هلاقي ان البرنامج اداني خمس نسخ من الشكل على المسافة اللي انا ادي اتهاله في الاول تاني كنترول زت وليكن انا عايز اخد نسخة من الشكل ده على مسافة معينة وعايز اقرر خمس نسخ تاني على نفس المسافة دي اختار الشكل واختار امر موف كنترول واختار نقطة عليه شكل واسحب وليكن هزيه المسافة واضغط كليك واقول له خمسة وحرف الاكس ستة وحرف الاكس يعني هي كانت قيمة انتر هلاقي ان انا قدرت اخد خمس نسخ من الشكل على مسافات متساوية اللي انا مددها له كنترول زت وليكن انا عايز برضو اخد نسخة من الشكل ده ولكن ما بين مسافة معينة يعني اختار الشكل واقول له كنترول واختار كليك على الشكل انا عايز خمس نسخ على المسافة اللي بين الشكل الاساسي والشكل اللي انا خدت من نسخة هضغط كليك واقول له وليكن خمسة واسلاش او حرف الميم من الكيبورد علامة السلاش وقول له انتر هلاقي ان انا قدرت اخد خم اربع نسخ تانية ما بينهم ما بين المسافة اللي بداية الشكل ونهاية الشكل كنترول زت ده مرة اخرى هننا اختار امر موف واختار الشكل كنترول واسحب انا عايز نسخ في المسافة دي عايز نسخ في المسافة دي هيبقى اقول له العدد اللي انا عايزه الاول وليكن خمسة واقول له حرف الميم او وقول له انتر هلاقي ان البرنامج اداني نسخ ما بين هذه المسافة طيب اخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو بتاعنا لو انا اخترت الاشكال دي كلها مرة واحدة ينفع اخد منها نسخ اه ينفع بنفس الطريقة هاختار الاشكال كلها واقول له موف واضغط كنترول وكليك على اي شكل واسحب واضغط كليك بهذه الطريقة وممكن ان انا اخد نسخة بعد مختار الاشكال واضغط كنترول واضغط في اي نقطة مش لازم على اي شكل منهم واسحب بهذه الطريقة. يبقى عارفنا من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة كيفية تحريك الاشكال والعناصر من خلال استخدام امر موف طول سواء للاشكال سنائية الابعات او الاشكال سلسية الابعات وكمان عارفنا كيفية استخدام امر موف طول في نسخ العناصر في برنامج جوجل هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة يارب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم يارب يكون اقدم اضافة لحضراتكم اشكركم نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته